الانتخابة المقبلة أو المحلية التي جرت في عدة مدن ما تزال موضوع دعم متنام من عدة دول خاصة الأوروبية بهدف تطوير العملية السياسية ودعم مشاركة المجتمع المدني آخر هذه المساهمات المالية المعلنة أعلنتها فرنسا التي تعهدت بتقديم مبلغ 650 ألف يورو للمساهمة في دعم الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة ألمانيا هي الأخرى لم تتخلف عن دعم الانتخابات المحلية في جميع أنحاء البلاد حيث أعلنت عزمها تقديم مليون يورو لمشروع الأمم المتحدة في ليبيا وذكر البرنامج الإنمائي أن ألمانيا ستنضم بهذا التبرع إلى الحكومة الليبيا والمملكة المتحدة التي قدمت في سابق دعم الانتخابات البلدية ليصل إجمال الدعم المالي لهذا المشروع إلى قرابة ثلاثة ملايين ونصف مليون يورو وتعزيزاً للعمليات الانتخابية بليبيا ساهمت الدانمارك بمبلغ مليون دولار أمريكي بهدف زيادة قدرة اللجنة المركزية للانتخابات البلدية على دعم نشاطات ثتقيف وتوعية الناخبين وتسجيلهم وتعزيز مشاركة المرأة والفئات ذات الإعقاب في العملية الانتخابية وتظل مثل هذه المساهمة المالية التي تهدف لإخراج البلاد من أزماتها السياسية عن طريق الاستحقاقات الانتخابية مهمة ولكنها قد تكون سلاحاً ذا حدين إن لم توظف بشكل سليم وحاذر حيث تسهل هذه الأموال التحكم بالنتائج وتزوير إدارة الناخبين